النهاردة كنت متكلم مع مسؤولين في الاتحاد اللي فيك عشان اجيب تعينات المطشاط اللي احنا النهاردة الحمد لله يعني انفرضنا بيها وكشفنا عن كل المباراة سواء للأهل او حتى للحكم المصريين فلما لقيت كابتل محمد عادل في المطشة سانداونز انا توقعت هيبقى فيه ايقاف حتى مش معلم فقولت اسأل في التفاصيل لقيت الناس بتقول لي انتو بتتناقشوا على مناقشة يعني انتو بتتكلموا وعملين موضوع على مناقشة فين القرار اللي تقال في المحادسة عشان انا كمسؤول على المستوى القري او على مستوى الزون احاسب الحكم ده مستعينش بيه لانه هو اخطأ خطأ جاسي مثلا في مباراة محلية قطروا يعني اللي تقال لي كله دي مناقشة فين القرار اللي قاله في التقنية البروتوكول بيقول ان الحكم يناقش ويبلغ حكم الفرب بقراره فين بقى القرار قطل لا ما طلعش قالت اخلاص فين الموضوع بص عددك انت قلت حت حلوة فيه اربعين خمسين ثانية طيرين فين الاربعين خمسين ثانية ويالهدف ان انت تطعه انك تطلعه بص يا محمد وعنو انت بتناقش في الموضوع ده كتير انا ممكن اختلف فنيا مع اي حاجة لكن لا اتطرق لزمته اكيد ما يؤديش الى اي شيء ان انا اطلعه يعني مثلا انا لمت كتير جدا لكابتن محمد عدل في الاقاءة التلفزيونية ومعاك حتى بشكل شخصي على مطش الاحتواء بتاع الخمسة ثلاثة وهو حكام كتير جدا تستحق مكان اكتر بكتير جدا من المستوى اللي هم فيه هو مستوىهم بره غير هنا خالص مثلا انا كنت لسه اقول امم افرخة الاخيرة الحكام من مصرين وصل لحد فين ابدعوا لغاية سيمي فاينال يبقى اذا المشكلة فين في المنظومة مش في الحكام نفسهم الحكام فيه تحس اسراع اجيال جوه تحس فيه اسراع اجيال اجيال فيه ناس مش عايزة يوصل مثلا للي وصله انا اقول لك ببساطة مثلا واحد زي جهاد جيريش جهاد جيريش حاس ان انا انا يعني يا رب اكون من الصح ان هو اتدمر بفعل فاعل ان هو فيه ناس وقفت مسيرته عشان ما يوصلش هو دايما بيقول كده فعلا انا مليش علاقه بس انا بحس كده من كلامه الكتير في الحتة دي كذا فيه ناس موجودة عند امين عمر مثلا امين عمر كممكن تختلف في بعض المقارات ليه لكن امين عمر كحكم حكم مملك مقاومات جيدة جدا على فكرة محمد عادل كان بداية محمود البنة محمود البنة واحد من اكتر الحكام اللي كل ناس تنبقت ليه وصل ما محمود البنة دلوقتي مستوى ترجع كتير نتيجة الضغوط اللي موجودة الضغوط انت لما تيجي تتكلم دلوقتي تشوف المشهد العام بالنسبة لك يكون ايه لكن طب مين اللي يتحمل المسؤولية هيجي يقول لك مثلا اصلا انا دكتوري شهر صحيح لك ما داشتدخل طب ما انت استقبلت جمال الغندور استقبلت كابتل محمد فاروق من يومين كنت قعد مع مجلس زارة النادي وعلى فكرة شيء كويسر مش بالومك بس ما تقولش كلمة ما بتدخلش وانت بتتدخل من انت من يومين كنت قعد ولو الموضوع هذا ما حصلش اطلع ان فيه لان الجلسة دي اتنشرت اطلع وان ما حصلش لكن انت بتقول ما قدرش يتدخل طب ما انت عدت مع كابت غادرون شرطاء على صفحة كباسمية لكن انت شايف المنظومة فيها غلطة في التحكيم وحصلت كارثة تسيق للرياضة المصرية وانت مسؤول عن رياضة المصرية كوزير للرياضة مسؤول لتحسين صورة انت جزء من مهمتك تحسين صورة رياضة المصر بقى خارجية يعني جزء من مسؤوليتك لكن تجي تقول لا انا ما قدرش في حزم ما تدرش ده متدخل حكومي في ايه انت بتحفظ على صورة الرياضة وانت لو قعدت مع كابتن جمال الغندور حد قالك انت عملت ايه بالعكس ده انا بسمي ان انت شايف حاكم كبير زي كابتن جمال الغندور الرجل اتكلم مرة واثنين على حاجات معانا جبت وعدت معاه ده شيء كويس جدا مشترب فانا اتمنى ان احنا يعني المجل الزر اللي جاي المجل الزر الاتحاد اللي جاي يكون عنده اجندة ان انت ازاي تعمل ملف معين للتحكيم وجزئية انت تجي تقول لي اصلا انا هجيب عضو مجلس ادارة من الحكام دي يعني فكرة عافية عليها الزمن القصة ملهاش دعوة كابتن سامير زاهر الله يرحمه ما كانش لعب كرة عظيم بس كان ادارج عظيم طب هل تتوقع قبل ما ارتع الفصل تغييرات في شكل المجلس اللي جاي ولا في بعض الوجوه القديمة بص ما لحد دلوقتي لحد دلوقتي لحد دلوقتي ما فيش حد راح قدل خالص كل كلام من بره كل كلام من بره فالكلام اللي ماشي ما تجدس ايحد يقول لك والله لسه ما مشكلتش انا من ساعد اتكلمه كلام كتير انا من ساعد يقول لك انها لسه ما شكل قيم ما تعرفش الموقف العام بتاع كل الناس لكن اتوقع انها بقى فيه تغيير جامد جدا في الخريطة بتاعت الانتخابات لكن لحد اخر يوم يوم السبت اللي جاي ان كان مش فيه اخر يوم السبت لحد يوم السبت اللي جاي ما تقدرش تتوقع مين اللي نازل بس هو قصة قيمة مغلقة دي انا مش متفاهمة بصراع مصعبة المسائل شوية ما تخلكش مش مدعم ساحة للنازل تخش تتنافس يعني مثلا مع كامل الاحترام لما تيجي مثلا رئيس نادي طالها عشان ما قلش اسم حد يزعل من مركز الشباب اسم ايا كان ما هو علاقته من كرة القلب لمجرد انه مسك نادي امركز شباب يعني القصة مع احترام المركز الشباب احنا كلنا من قرى لكن خبرات الاندية خبرات التأغير تماما خبرات مركز الشباب مش معنا ان انت مسكت مثلا لجنة معينة بقيت خلاص كده عندك الخبرات القصة مختلفة انت بتتعامل وتمثل كيان كبير جدا اقدم اتحاد لكرة القدم في قارة افريق هو لمؤسس الاتحاد الافريق هو لمؤسس الاتحاد الافريق فالقصة الصورة مختلفة تماما لازم نعي المرحلة اللي احنا وصلنا له